هنا هنا في حي مئة مسكن البطيمات المعروفين للوبيجية يكون رأي تبع للوبيجية كما رأيكم تشوفوا هنا الحي هنا تري سيتي رأي طافية لم يعود يبحث السكان هنا بحي مئة مسكن عن المشاريع التنموية وبات هامهم الوحيد هو توفير وإصلاح الإنارة بالنسبة للإنارة العمومية على مستوى بلد الخربة رأي للسكر رأيهم يعانوا كنت عارفوا المخاطر تلك الإنارة العمومية من بين ذلك الكلاب الظلة الناس صبح ربي يخرجوا لك وتعرفوا يتعرضوا المخاطر السريقة ثانية في الليل كي ما تكونش الإنارة العمومية رأنا نعانوا من الإنارة العمومية اللي عندها مدة مشعلتش والإنارة هذه رأي قول ما قديمة باش يتعالي باش تشعل زي ما داي بالنكثة دكتور خرجوا باش تروح تصلي ولا صباح ولا إنسان راح يخدم واللي ما تقدشتها ما يشوفش ظلمة ما كنتشوش راح يشوف كان كلاب كان حاشكم أي حاجة يتعرض لها الاعتداء على المنازل الأخطار التي تهدد الأطفال باتت تهديدا صارحا نظرا للأسلاك الكهربائية نهيكا عن الحوادث الأخرى ما جعل السكان يلحون ويطالبون بتوفير الإنارة من الجهات المعنية حنا أصباح كنكونوا رايحين نقراه عثمانية أصباح من ذاك وين تكون ظلمة ومنشوفوا شقاع كين وين يطيحوا ما كشقاع الظو ما عدناش الظو ما عدناش وين نلعبوا في الليل ما عدناش ما عدناش ما نخرجوا في الليل وخطمش ما عدناش الظو السريقة كاين في الليل كيما ذيك الدار ذيك النار دخلوا جاوا ديريك سرقوا له الهربين ديريك تخدهوها وراح ضربة تري سيتي هنا إذا رحنا قاعدنا لتحته عند ذاك الخزنة إذا رحنا قاعدنا ثم زاد ضربة تريس يعني يقدر الطفل ما يعرفش يدخل يده ويموت يتعرض هاوليك هاوليك البوتو أمامك وراك تشوفه ما لازم منها مشاريع باشتهي الجاميع الإنارة العمومية على مستوى البلدية ما نقولوا في الظلمة في الليل في الايشة الظلمة الصباح الظلمة تروح للأيشة ولا يجي إنسان كبير ولا ما يشوفش ويزيد له الظلمة ما كاش أربعة أشهر كاملة في ظلام حالك غير أن سكان الحي ينتظرون إصلاح الأعميدة الكهربائية قريبا خصوصا مع تفشي الجريمة والاعتداءات